موسيقى يوم جديد مع أحدث طبعات صحافة مملكة البحرين لهذا اليوم الثلاثاء الموافغ للتاسع من شهر يونيو لعام 2020 وعشرين على الله توكلنا مشاهدنا ونبدأ مع صحيفة الوطن والتي بيّنت في أولى صفحاتها لهذا اليوم الملك أيده الله يهنئ العاهل الأردني بذكرى توليه مقاليد الحكم تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء رعوه الله خلف دراسة أسباب تجمعات المياه بقلالي وسماهيج شريع بيئية في رأس سند قريبا التربية وثيقة تنظم إجراءات عودة رياض الأطفال للدراسة وإلى صحيفة أخبار الخليج والتي استهلت رئيس الوزراء يوجه إلى تلبية أحتياجات الأهالي في المدن والقرى حالة التعافي في مملكة البحرين تتجاوز العشرة آلاف الوطنية لحقوق الإنسان البحرين عملت على حماية فئة كبار السن خلال أزمة كورونا مبادرة لإطلاق جائزة لمشاريع الطاقة المتجددة ومع صحيفة الأيام والتي عنونت مجلس الوزراء لا التزامات أمالية على غير متسبب بحوادث السيارات المصرف المركزي توسع في الخدمات المصرفية اللاتلامسية وزير العمل تؤفير وظائف بديلة للمواطنين المفصولين وإلى صحيفة البلاد والتي نشرت شريون يدعمون تمديد الدعم الاقتصادي المقنن تمكين الملاذ الأخير لشريحة السفر عقوبة التفحيط تصل للحبس لستة أشهر فتحت كاميرا صحيفة الأيام الأضواء مجدداً في تحقيق صحفي مطول في صفحتين حول قضية سكن العمال وخصوصاً مع الإجراءات المتبعة حالياً في زمن فيروس كورونا فنشاهد أبرز عنوين هذه الإشكالية كما بيّنتها صحيفة الأيام إلى ذلك لفتت صحيفة أخبار الخليج إلى أن رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري صرحت بأن مملكة البحرين اتخذت عدداً من الإجراءات والقرارات التي تدعم حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق فئة كبار السن بشكل خاص وذلك لضمان حمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا كما وبين الصحيفة أخبار الخليج أن محافظة مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج أكد أن أزمة فيروس كورونا أدت إلى زيادة وطيرة الطلب على الخدمات المصرفية الألكترونية مؤكداً على تطوير بعض المشاريع الخاصة بالخدمات المصرفية الرقمية في الفترة القادمة والتوسع في استخدام المعاملات اللاتلامسية هذا وخطت الكاتبة طفل الخليفة بقلمها في عدد هذا اليوم في صحيفة أخبار الخليج مقالاً جاء بعنوان بناء فإلى أبرز ما قامت بالتأكير عليه في مقالها لهذا الصباح رغم ما تعانيه البحرين من أزمات نتيجة جائحة كورونا إلا أن البحرين تسير بخطاً ثابتة في كل مجالات التنمية والبناء سواء الاقتصادي والتعليمي أو البحثي أو الطبي هذا يعني أن البحرين حكومة وشعباً بلد صامد قادر على مواجهة الأزمات ومما تم مواصلة العمل فيه مشروع الاستزراع السماكي وهو مشروع بدأت الحكومة ثم طورته وسعته بالتعاون مع القطاع الخاص سوف يتم تطويره أكثر وأكثر من أجل أن يكون هناك مجال للأمن الغذائي للمواطنين من المهم الاستعداد لأوضاع تواجد الأوبئة والحروب والأزمات وعدم الحصول على الأغذية والمتطلبات الأخرى وأن يتم الاستعداد لتكون البحرين قادرة على تغذية نفسها وعلى أن تمد مواطنيها بالضروريات نشر الصحيفة الأيام أن جمعية مكاتب السفري والسياحة البحرينية أجرت استطلاع رأي لعدد من شركات ومكاتب السفريات في مملكة البحرين وذلك للتعرف على آثار انتشار جائحة كورونا على أعمال القطاع في المملكة وسبول الخروج من هذه الأزمة بأقل ما يمكن فيما نشر الصحيفة الأيام أن وكالة أنباء البحرين شاركت في أعمال ورشة العمل حول طرق تدقيق الأخبار وانتشار الشائعات مع أزمة كوفيد-19 والتجاءة بتنظيم من الانتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي كتب الكاتب علي الجزاف مقالا في صحيفة الوطن والذي جاء بعنوان جهود البحرين ومتطلبات المرحلة المقبلة فإلى أهم ما جاء في صدور هذا المقال الجهود التي تبذلها مملكة البحرين في مكافحة فيروس كورونا كوفيد-19 كبيرة وجبارة واضحة للجميع هذا ما جعل من بلادنا الغالية أحد الدول التي استعانت بمبادرتها منظمة دولية مثل مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة الجهود البحرينية في مكافحة فيروس كورونا استعرضتها أيضا قنوات فضائية كثيرة فاستشاد قناة دبي بما قدمت البحرين من جهود وإنجازات ملموسة في مكافحة فيروس كورونا لم يأتي من فراغ بل هناك عمل واضح وجهود جبارة وملموسة تقدمها بلادنا في هذا الشأن لذلك سنجد من يشهد لهذا العمل بالإعجاب والتقدير والثناء لا شك في أن المرحلة المقبلة ستكون محكا حقيقيا واختبارا لعله صعبا ليس للبحرين فقط إنما لكل الدول حيث لن يتم الاختباء أكثر من هذا الفيروس ستعود الناس لمزاولة أعمالها ونشاطاتها اليومية والتأقل مع وجوده في حياتنا نجاحه يعتمد أكثر على ثقافة ووعي الجماهير من خلال اتباع الإرشادات المتعلقة بالسلامة والوقاية من الفيروس بيّن الصحيفة الوطن أن مجموعة كيمز للرعاية الصحية كشفت مؤخرا عن التعاون مع الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا عبر تسخير مستشفى جديد منفصل في منطقة أم الحصم لخدمة الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة الوباء في مملكة البحرين نشر الصحيفة الوطن أن مدير إدارة شرطة خدمة المجتمع أكد أن الإدارة ماضية في تعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وموضحا أن المجمع الأمني بالمحرك يعمل عبر التطبيق الإلكتروني على حدز المواعيد المسبقة للمراجعين نطالع من صحيفة البلاد أن شوريين عبروا عن دعمهم لمخترح تمديد فترة الدعم الحكومي للاقتصاد لفترة مماثلة مع اشتراط ترشيد هذا الدعم عبر توجيهه للفئات والقطاعات الأكثر تضررا بفعل جائحة كورونا إليكم مشاهدنا مقالا للدكتور عبدالغادر ورسمخ والذي جاء بعنوان البحرين الأولى خالجيا لاستخدام الذكاء الاصطناعي لمحاربة فيروس كورونا فإلى المقال قبل أيام أعلن السيد محمد القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن البحرين تعتبر البلد الأول في الخليج الذي بدأ في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتطبيقه ضد كورونا استخدام الروبوت في مناطق العزل الصحي وأجنحة المصابين بجائحة كورونا لتحل المكنة والآلة مكان اليد البشرية والالتصاق والملامسة المباشرة عبر هذا العمل يتم الحد من تعرض أعضاء الجيش الأبيض من ممتهني الخدمات الطبية للإصابة بهذا المرض وانتشاره إحلال الآلة مكانهم لما دعت الحاجة يعتبر قفزة نوعية في تقديم الخدمات الطبية عبر وسائل الذكاء الاصطناعي وفي هذا إنجاز كبير تشكر عليه البحرين الذكاء الاصطناعي أصبح أمرا واقعا نحتاج له في أعمال كثيرة وبصفة يومية في شتى مناخ الحياة ولكن علينا الحرص على تقنين الكيفية التي تتم بها هذه الأعمال حتى نأمن تمام السيطرة على الآلة قبل أن تسيطر علينا إلى الأخبار المنوعة في جولة هذا الصباح ونقرأ من صحيفة أخبار الخليج أن اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ الخطتين الوطنيتين للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ناقشت موادرة لإطلاق جائزة باسم الغيادة الرشيدة لمشاريع وموادرات الطاقة وذلك لتشجيع القطاع المحلي على النمو بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في هذا المجال أدرجت صحيفة الأيام في عدد هذا اليوم أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أكد على أن الوزارة تسعى عبر الحوار مع المنشآت إلى معالجة أي إشكاليات تتعلق بالحقوق الوظيفية الأساسية للعمالة الوطنية ووضع الحلول المناسبة لها مضيفا إلى أن الوزارة ستعمل على توفير وظائف بديلة للمواطنين المفصولين بدورها نشر الصحيفة الأيام أن الأمين العام لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي سمية المير أعلنت عن توسعة نطاق المستفيدين من برنامج الملك حمد للإيمان في القيادة من خلال تطوير محتوى برنامج الإيمان في القيادة وتأهيل أعداد أكبر من المدربين بالتنسيق مع جامعتين أكسفورد وكامبرج ومؤسسة التدريب البريطانية فيما نشلت صحيفة أخبار الخليج أن وكيل الثروة الحيوانية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور خالد حسن دعا المربين الراغبين في التوسع في استثماراتهم في قطاع الثروة الحيوانية للتقدم بمشاريعهم مشفوعة بدراسة الجدوى الاقتصادية من المشروع وذلك لدعمها في حال توافقت مع استراتيجية الأمن الغذائي لمملكة البحرين نشر محميد المحميد مقالا له في صحيفة أخبار الخليج بعنوان الأمير الرئيس والأعلام الحاضر دائما فإلى المقال دائما وأبدا يؤكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر على أهمية دور الإعلام والصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي وضرورة استثمارها في دعم بناء الوطن ونهضته بالأمس وخلال جلسة مجلس الوزراء وجه سمو الأمير الرئيس كافة الوزرات والأجهزة الحكومية لمتابعة ما يرد في وسائل الإعلام والتواصل من شكاوى المواطنين وملاحظاتهم والتجاوب مع ما يطرح بأقصى سرعة ممكنة الإعلام بكافة أنواعه وأشكاله وصوره سلاح مهم في بناء المجتمع وتنويره وفي الدفاع عن ثوابته ومكتسباته وفي دعم رؤيته المستقبلية والروح الوطنية الجامعة لذلك كان الإعلام حاضرا دوما في رؤية ونهج سمو الأمير الرئيس القيادة الحكيمة دائما تتابع ما ينشر في الصحافة من هموم المواطنين ونبض الشارع لذا هناك مسؤولية وطنية ومهنية على الصحافة ووسائل التواصل في نقل الحقائق وكل ما يفيد المجتمع إلى ذلك نشر الصحيفة الأيام أن جمعية الهلال الأحمر البحريني أعلنت أنه بات بالإمكاني تقديم طلبات المساعدات الاجتماعية ألكترونيا من خلال موقع الجمعية على شبكة الأنترنت تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس الوزراء رعاه الله بيّن صحيفة الوضن أن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف أكد أنه سيتم إعداد دراسة تفصيلية وذلك للتعرف على أسباب تجمعات المياه السطحية في غلاضي وسماهيج وإيجاد حلول جذرية لتفادي التكرار نقرأ من صحيفة الوضن أن القائمة بأعمال مدير إدارة التنوع الحيوي في المجلس الأعلى للبيئة نوف الوسمي كشفت عن وجود مشاريع سيتم إنشاؤها قريبا بمحمية رأس سند في خليج توبلي ضيفة إلى أن المجلس يقوم حاليا بالعمل على إعداد دراسة مختصة بالأنواع البحرية والطيور في جزر حوار كما ونطالع من صحيفة الوطن أن جعفر الشيخ الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر بوزارة التربية والتعليم أشار إلى أن الوزارة بصدد إعداد وثيقة تنظيمية حول الإجراءات المتبعة لانتظام الأطفال في أرياض للعام الدراسي الجديد مع مراعاة كافة السيناريوهات المحتملة والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية باتت الحكومة القطرية المتآمرة والممولة للإرهاب والمؤيدة للعدوان كسرطان في الجسد العربي حيث نقل الصحيفة أخبار الخليج إدانة مركز مصر والخليج للأبحاث المستقبلية والاستراتيجية والإنمائية بإستمرار قطر في سياستها العدوانية تجاه مصر والسعودية والإمارات والبحرين للعام الثالث على التوالي ومواصلة مراوقة في الحيدولة دون العودة إلى الصف العربي مرة أخرى وأصبح اسم قطر مخترنا بالإرهاب ودعم التنظيمات الإرهابية كما ونشر صحيفة الأيام تغريدة للكاتب سلمان الدوسري قال فيها ما يلي في هذه الصورة بعنوان أقاويل خارجية قطر سطر الكاتب فريد أحمد مقاله في صحيفة الوطن متحدثا عن ترويج قناة الجزيرة لقطر بعد مرور ثلاث سنوات من المقاطعة فإلى المقالة الجزيرة وضيفها حرصا على توصيل رسالة مفادها أن قطر مظلومة وأنها لا تستحق ذلك الظلم وأن فشل كل مشروع وساطة لحل المشكلة بينها وبين الدول الأربع سببه الدول الأربع وليس قطر هذا أمر يعرف المتابعون لهذا الملف جيدا أنه غير صحيح فلو أن يد قطر كانت ممدودة بالفعل وكانت كما قال ضيف الجزيرة مرنة وتتفاعل مع كل مبادرة وتقدم تنازلات لما استمرت المشكلة ولتم حلها في حينها المشكلة تسعت وتعقدت واستمرت بسبب عناد قطر فما أرادته الدول الأربع كان واضحا ومنقفها لم يتغير والمتابعون يعرفون أن هذه الدول حريصة على حل المشكلة وترمي إلى إغلاق هذا الملف نهائيا لتعود قطر إلى حيث ينبغي أن تكون دائما وإلى المحطة الأخيرة مع فن الكركاتير إلى هنا مشاهدين نكونوا قد وصلنا إلى ختام برنامج صحفتكم لهذا اليوم وشكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء